المكان هنا مليء بالألوان لمشروع فريد من نوعه ولأول مرة في البلاد دخلت من خلاله سيدة الأعمال الليبية مودة بوشناف عالم الجمال والموضة بطرق مبتكرة ليتحول مشروع منيرفا إلى مركز تعليميا وتدريبيا يوفر للمرأة كافة الخدمات التي تحتاجها للاهتمام بجمالها واناقتها مشروع منيرفا بديتها كانت أني ندون على الإنستغرام أو خيرنا نقولها على السوشال ميديا بخصوصا يعني الإنستغرام كان عبارة عن أني ندون على مواضيع التجميل والميكوب وكيف تتمل حده بشرتها في الأمور هذين طبعا ما كنتش موجودة وقتها في ليبيا وكان البنات يتفعها لنا معايا حابين أننا مثلا لو جيت لليبيا نعطي دورات أني نكون في تواصل أكثر يعني تواصل على الأرض الواقعة ومش بس على السوشال ميديا فقررت أني نأخذ مكان نأجر أورفة تدريبة صغيرة لمدة أسبوعين وندي فيها دور التدريب طبعا نظر أني مكانش عندي إمكانيات مادية خاش معايا راعي للموضوع هو اللي يوقف معايا بحيث أن نحن قدر نحن نأجر مكان ووفره المرايات والتفاصيل الصغيرة هذين والميكوب والحاجات المتدريبات أسست مودة مشروعها على قواعد علمية من شانها دمج المرأة في ثقافة الحفاظ على جمالها بطرق عصرية وطبية عبر فتح مجال التدريب العملي لتعليم أسس العناية بالبشرة وطرق إبرازها والمحافظة عليها باستخدام مستخدرات التجميل الفعالة طبعا لما أنا بديت في التدريب التدريب كان صعب شوية في 2017 لأن أنت لما تدرب مجموعة أو جروب يخش معاك تدرب ما عشي يجيك مرة أخرى ما هوش الزبون اللي يتردد عليك دائما فيجينا أن في صعوبة في المشروع بواجهتنا من ناحية الاقتصادية أن العدد الناس المتدربين أقل عشان يكي الطريق أن نغير شوية في المشروع أو أن نحتفظ بجزء التدريب بس نضيف الأقسام أخرى بحيث أننا سنستمروا في المشروع وما يقفش بسبب وضع اقتصادي أو بسبب أن كيفما قلت المتدربين يجو مرة واحدة ما يجوش عدة مرات بعد نجاح منقطع النظير تسعى موذة للوصول إلى العالمية بمشروع مينيرفا الذي لاقى قبولا محليا رغم الظروف الرهينة التي تمر بها ليبيا على أمل الانخراط بالسوق العالمي في فنون الجمال والموضة ترجمة نانسي قنقر